أو في تصفيات أفريقيا المهيلة لكاس العالم شفت المشوار كله إزاي؟ شفت أداء المنتخب المصري إزاي في التصفيات دي طبعاً والوصول للتصفيات النهاية؟ شفتها إزاي؟ لو أهلا بنتكلم من ناحية الأرقامة كابتن هاني لأ كان عمل أرقام ونتائج كويسة جداً لا هزيمة في إطار التصفيات كلها الفوز في أربع لقاءات عادل في لقائين ولا هزيمة زي ما قلنا يعني نقاط 14 نقطة ده من ناحية الأرقام والنتائج ولكن من ناحية الفنية من ناحية الأداء من ناحية الشكل يعني دايماً لغة الأرقام أكيد ما بتكونش دلالة واضحة لكن بتديك رؤية ولكن الرؤية مش كاملة سهي ليه دايماً الجماهير الآن من منطقب مصر هل مشوار التصفيات الأداء الفني ما كانش أداء مقنع إن إحنا قادرين إن إحنا نصطدم حتى لو اصطدمنا بالمغرب أو الجزائر نحاق النتيجة الجبية شايف دي إزاي الأداء الفني إزاي صحيح هنا لنقطة الخلافة أو نقطة يعني حضرتك قلت الناس كلها الآن أنا شايف إن التسعين مليون مصري فعلاً حللوا الأداء منتخب مصر في الفترة الأخيرة بشكل صحيح جد لحد ما شافوا الأداء مع كروش حتى في اللقاءات الأخيرة ويعني دايماً في هنا تحافظ على بعض النقاط الفنية اللي شفناها على أرض الملعب البوزيشنينج يا كابتن هاني البوزيشنينج ده من أهم الحاجات اللي كل الناس يعني بتتكلم بيها وشفنا عندنا تاريخ مع مدربين في أوروبا مدربين كبار جداً أساء وضع اللاعبين في الأماكن الصحيحة وأدت إلى انهيار أو هزايم سقيلة وحنتكلم عليها بالتفصيل الأداء غير مكنة لأن ما فيش شكل ما فيش أداء من وجه نظري باهت في جميع المباراة الأخيرة رغم الفوز طبعاً رغم النتائج والأرقام اللي احنا تكلمنا فيها وده بيرجع ليه سبب أساسي ورئيسي وهو من وجه نظري البوزيشنينج الاختيار الصحيح احنا نتكلم فنياً أيضاً اختيار العناصر تقصد ولا اختيار كمان العناصر بناءاً على البوزيشن بناءاً عن المركز وكان فيه بعض الجدل شوية مع قدوم طبعاً كروش وكان فيه بعض الجدل بالنسبة للقايمة أو بالنسبة للمنضمين للمعسكر كان كمان على مستوى زي ما أنت بتقول على مستوى التشكيل في بعض المباراة كان فيه جدل حوالين هالكروش من حيطبقت ريط 4-3-3 بشكل معين هل 4-2-3-1 هل البوزيشن اللي شفناه أو التفكير استراتيجي بتاعة كروش من خلال اختلاف بعض اللعبين في المراكز اللي بعابوا فيها مع فراغهم انت قريت شخصيته ازاي بشكل عام من النحية الفنية خلينا نتكلمي الخامة موجودة الكواليتي بتاع اللعبين والاختيارات الصحيحة إلى حد ما موجود معاك كل اللعبين اللي تقدر أنه يطلع منهم أفضل نتائج لأنهم فعلا بيمتلكوا كواليتي عالي جدا طريقة 4-2-3-1 اللي دايما بيلعب بيها كروش أنا شايف هو مش عارفين نطبقها بالشكل الصحيح 4-3-3 ولا 4-2-3-1 هو بيبدأ في بعض الأوقات بـ 4-2-3-1 وبيلعب برضو 4-3-3 في معظم الأوقات 4-2-3-1 أنا بشوف دايما الوينجات كابتن هاني دايما بيخليهم يعني وينج داخلي مش وينج خاري وده طبعا بيأثر بشكل كبير بيفقدنا اللاعب أو المهاجم اللي في البوكس اللي يقدر يلعب بعرضيات بشكل كويس جدا زي ما شفنا في المباراة الأولى يعني كان مصطفى محمد موجود في لاعب بوكس استطاع أن هو يعني يحرز هدف من عرضية وده كانت أحسن تطبيق لـ 4-2-3-1 الوينجات دايما بيخليهم داخلي مع سوء أو خطأ في الـ position واختيار اللاعب يعني ننتكلم دلوقتي يا كابتن هاني في أحمد ياسر ريان في المباراة الأخيرة ومحمد شريف منتكلم في أجنحة انترنالي خليهم جناح داخلي وليس خارجي والاتنين اللاعبين خصوصا محمد هاني لعب بوكس مهاجم داخلي محمد شريف محمد شريف أحيان بيلعب رايت وينج يعني ممكن يلعب رايت وينج لكن كمان إمكانيات محمد شريف ظهري بشكل أكبر وبشكل كبير جدا وبشكل عظيم في التهديف من خلال وجوده كراس حربية صحيح يعني شايف هو بلسه بيحاول يزبط الدنيا لسه عنده وقت أنه يشوف إمكانيات اللاعب بشكل أكتر ولا دي الاستراتيجي اللي اشتغل بها قبل كده مع منتخبات سابقة صحيح ده اللي خلاني أرجع فعلا وبص لكروش في المباريات السابقة قبل منتخب مصر فكر كروش دايما بيلعب بنفس الطريقة كابتن هاني يعني احنا كان عند في الهيستري أو تاريخ كروش قبل كده كان فيه مباراة مهمة جدا مع سبورتينج لشبونة كانت أمام فريقي كان أشرك رؤوس الحربة بتاع سبورتينج لشبونة في هذا اللقاء في مركز الوينجات وعكس أيضا الوينج نص الملعب خلاهم يلعبوا وينج يمين وينج شمال كانت مباراة أيضا سوق البوزيشنينج فيها قدت إلى هزيمة سقيلة 4-0 في هذا اللقاء قبل كده كان بيدرب منتخب البرتغال تحت 19 عام وكان فيه مواجهة مع السعودية نفس الكلام أشرك لاعبي خط الوسط في مراكز الوينجات وهما أصلا ما بيلعبوش وينجات قدت أيضا إلى هزيمة 3-0 في تاريخ كروش برضو أنا شفت أنه ده الاستراتيج دايما اللي بيعملها هو مش حق لتجارب نحن في مباريات رسمية مهمة جدا عندك لعبين معروفين زي ما حضرتك قلت محمد شريف وأحمد ياس ريان سترايكر رقم 9 بلعبوا لعبين بوكس داخلي النتائج والكواليتي بتاعهم بتظهر بتاخد منهم نتائج بشكل أفضل في المكان دوت لما جربتهم أو جربت محمد شريف في المباراة الجولة الخامسة أمام أنجولا لم أخذتش منه أي حاجة يعني الكواليتي أو الأداء كان zero الانتاج كان قليل طبعا الانتاج قليل نفس الكلام في الجولة السادسة في اللقاء الأخير مش وقت تجارب أنت عارف وعلى يقين بإمكانيات لعبتك وفاهم كل واحد في مركزه يقدر يديك أفضل نتائج وإنتاج وكواليتي يظهر بشكل عالي ككواليتي عالي في أنهي مركز بالزبط فبالتالي يعني تقدر أن أنت تعتمد عليهم ويطبقوا الخطة وفكرك بشكل أفضل يمكن كمان يا محمد يمكن عدم وجود أفشة في المعسكر الأول لكن وجوده في هذا المعسكر وتقلقه في المباراة بيجيب جون وبيصنع هدف ده دليل واضح جدا أنه كمان أفشة هيكون من العناصر الأساسية خلال الفترة اللي جاية ولكن المعدلة في الموضوع هل 4-3-3 الأدوار بتختلف بالنسبة للبلي ميكر وخاصة الطايب بتاع محمد مجدي أفشة رقم 10 اللي هو الكلاسيكي رقم 10 أدواره بتختلف إذا كان بلعب 4-2-3-1 أو 4-3-3 أنت شايف أني أفضل أو ممكن من خلال رؤيتك أو درستك لك روش هل سيعتمد بشكل كامل على 4-3-3 هل سيعتمد بشكل كامل؟